نعطي الكلمة إلى منذوب الاتحاد الروسي سيدي الرئيس نؤيد ذاوة الإمارات العربية المتحدة والصين لإقامة هذا الاجتماع للنظر في الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين كما إننا ممنونون للمين العام المساعد خياري على إحاطته حول التطورات المقلقة في القدس الشرقية وفي الحرم الشريف وفي جبل الهيكل هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه من ادلاع التوترات منذ أن زار الوزير الأمن القومي في الثالث من يناير كانون الثاني الحرم الشريف وجبل الهيكل وإذنه أثار الحفيظة وبالطبع فهذه الحادثة لا يمكننا أمدا أن نراها بمعزلين عن الأحداث التي وقعت في عام 2000 عندما زار شارون محاطا بألاف رجال الشرطة للمدينة الأمر الذي كان مؤشرا لاندلاع الانتفاضة الثانية والتي أودت بأرواح الآلاف من الجانبين ومن جديد نؤكد على عدم مقبولية انتهاك الوضع الراهن للقدس كحاضنة للأديان السماوية الثلاثة وكذلك لدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأمكان الدينية المسيحية والإسلامية في القدس ولكن نجد أن أي توتر في القدس يكون مصدر في الحقيقة لزعزعة الاستقرار ليس في فلسطين وإسرائيل وفقط ولكن في المنطقة ككل هذا بالإضافة إلى ما رأيناه مرارا وتكرارا من اندلاع الاشتباكات وفي هذا الصدد فإننا نهيب بالطرفين كليهما بأن يبدي ضبط النفس وأن يمتنع عن أي خطوات استفزازية أو أحادية ونحن أيضا نعمل أليتخذ مجلس الوزراء المنتقب حديثا في إسرائيل أي خطوات من قبيل مصادرة أملاك الفلسطينيين وتهجيرهم أو أي من هذه الإجراءات التي من شأنها أن تعوق عملية السلام سيد الرئيس إن التطورات التي اندلعت في القدس مؤخرا تلح علينا من جديد بضرورة حل الوضع الراهن وذلك لتجنب المواجهات وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة تدشين المفاوضات بين الطرفين في طاري حل الدولتين دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على حدود 67 ولقد أحبطنا وخاب أملنا إذ أن الزملاء الأمريكيين في اللجنة الأوروبعية رفضوا التعاون لاستئناف عملية السلام وهم في الحقيقة حاولوا حتى أن يراوغوا وأن يتلاعبوا بعملية السلام وأن يستغلوها لخدمة أهدافهم الخاصة ولكن أريد أن أقول إن هذا لن يؤدي أبدا إلى أي حلول ملموسة ومن جانبنا نحن فنحن سوف نواصل جهودنا الرامية إلى توطيد توافق الآراء الدولية وتنسيق الجهود بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكل الأطراف الدولية المعنية وذلك من أجل حل عادل ومنصف ونحن مقتنعون بأن الحوار المباشر بين الطرفين يمكن أن يقام من خلال وساطة اللجنة الربعية إذ إنها الآلية الوحيدة المعترف بها دوليا والتي أذن بها وصرح بها مجلس الأمن في الوقت نفسه فينبغي أن نركز على ضرورة تضافر الجهود فيما بين اللجنة الربعية وبين الأطراف الإقليمية الرئيسة وهذا بالضبط وهذا بالضبط هو فحو مبادرة روسيا بإقامة اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية ولقد أقيم حوار تليفوني بين لفروف وبين مسؤولين آخرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة حل الاختلافات والخلافات الإسرائيلية والفلسطينية بناء على قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة على أساس حلق الدولتين ونحن ندعو الجميع إلى حمل هذا النهج محمل الجد من أجل استئناف المفاوضة شكرا جزيلا